اشتركوا في القناة لا بد من الاقدام عليها يقينا ان الوضع القائم غير قابل للاستمرار نحن فعلا بحاجة الى اصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لا بد من الاقدام عليها لقد وضعتنا مطالب الشعب العراقي على المحك وفي الملمات والشدائت يظهر الصادقون والمخلصون والرجال الوطن الحقيقيون المجتمعون رفضوا اي حل امني للتظاهر السلمي مشددين في الوقت نفسه على محاسبة كل من يقوم بذلك وكل من تثبت عليه جرائم جنائية واحالته للقضاء وخلال الاجتماع تم اقرار خطة اصلاحية تضمنت مباشرة السلطتين التنفيذية والقضائية بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيه والمباشرة باتخاذ القضاء اجراءات قانونية بحق من تسبب باستشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والعمل على تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي ويعزز فرص الشباب في بلوغ مجلس النواب والاسهام بصنع سياسة بلدهم المجتمعون اكدوا ان التظاهرات ساعدت في الضغط المشروع على القوى والاحزاب السياسية وعلى الحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقبول بتصحيح المسارات واكد البيان الرئاسي ان التظاهرات بصورتها السلمية الناصعة هي من اهم وسائل المراقبة والضغط لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وادت الى المباشرة بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية معربين عن تقديرهم واحترامهم لعزيمة الشباب واعتزازهم بما حققوه من حراك والذي قاد الى مراجعة شاملة للسياسة اشتركوا في القناة